بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ضيوفنا الكرام نحييكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم محدثتكم صفى محمد علي من كلية علوم الحاسوب والرياضيات من جامعة الموصل العراق يسعدني ويشرفني أن أكون معكم في يومنا الخامس والأخير من فعاليات الأسبوع الثقافة في السنة النبوية والموسوم بعنوان الهدي النبوي في التربية والتعليم ويقدم لكم برعاية منصة أريد العلمية الدولية للناطيقين باللغة العربية وغيرها وبرعاية ما يزيد عن خمس وسبعين جامعة ومؤسسة علمية شريكة للمنصة فأهلا ومرحبا بكم صيوفنا الأعزاء وانطلاقا من قول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية 38 من سورة البقرة ولبيان شرف القرآن وفضله وفضل تعلمه وتعليمه وأنه من أفضل العلوم أن من عمل فيه مخلصا في تعلمه وتعليمه أنه خير الناس ومن عاش مع القرآن كما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه حديث في صحيح البخاري لأن تعليم القرآن العظيم وتعلمه وبيان أحكامه للناس من أفضل الأعمال وأجل القربات ويحظى بالخير والفضل الكبير في الدنيا والآخرة كما ورد في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها رواه أبو داود والترمذي ومن صدق واشتهد في طلب رضى الله وجالس العلماء وتعلم عنهم وسألهم عن ما يجهل من دينه فسوف يعينه الله ويوفقه كما قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجة اللهم ارزقنا الفهم وافتح لنا من أنوار المعرفة والعلم يسعدنا أن ينضم معنا كوكبة طيبة من العلماء الأجلاء بارك الله في جهودهم وأوقاتهم وتقبل منهم صالح الأعمال نبدأ على بركة الله مع سعادة الدكتور طاه الزيدي عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي رئيس جمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية العراق وإليكم أعزاء الحضور نفذة مختصرة من سيرته الذاتية سعادة الدكتور طاه أحمد الزيدي حاصل على شهادة الدكتوراه في الإعلام والدكتوراه في الفقه المقارن باحث وأكاديمي وخبير مهتم بالشأن الإعلامي والسياسة الشرعية والفقه المقارن عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء ورئيس مركز البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية ونائب رئيس الهيئة الاستشارية العليا لمنصة أريد الدولية قام بعمل أكثر من خمسين مؤلفا وأكثر من تسعين بحثا علميا تناولت قضايا تأصيلية وتحليلية في الإعلام الإسلامي والسياسة الشرعية والفقه المقارن ترأس العديد من المؤتمرات العلمية وحصل على شهادات أكاديمية ودولية في الإعلام وترأس عددا من المجلات الدعوية والإعلامية وحصل على العديد من الأوسمة والجوائز العلمية والشهادات الدولية خلال مسيرته العلمية والمهنية وسيقدم لكم حضورنا الكرام محاضرته العلمية القيمة بعنوان مجالس التحديث الإملاء والمذاكرة والسماع الأثر التعليمي والثقافة المجتمعية فليتفضل سعادة الدكتور طاها مشكورا مأجورا تفضل سعادة الدكتور معكم الصلاحية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فحياكم الله وسلام من الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته يطيب لنا أن نتقدم بجزيل الشكر للأخوة القائمين على هذا الملتقى الرائع الذي يتعلق بالسنة النبوية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم التربية والتعليم ومع اليوم الخامس والأخير لهذا الملتقى وقد عشنا لحظات رائعة مع الأخوة والأساتذ الفضلاء الذين أتحفون بما يتعلق بهذا الموضوع حديثنا سوف يتناول مجالس التحديث الإملاء والسماع والمذاكرة الأثر العلمي والثقافة المجتمعية مما لا شك فيه أن أهمية الحديث لا تخفى على المختص بالدراسات الإسلامية وحتى المسلم الذي يعيش في ظل الشريعة الإسلامية التي مبنىها على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية لذا يعد الحديث النبوي المصدر الثاني في التشريع الإسلامي بعد كتاب الله تعالى وأيضا هو المفسر الأول للمصدر الأول للقرآن الكريم الذي اعتمد على الحديث في تفسيره وتوضيح معانيه وكذلك الدين اتباع ولا اتباع صحيح من غير إلمام بالحديث النبوي الشريف ورواية ودراية كذلك للحديث النبوي الأثر البالغ في بناء الحضارة الإسلامية وتكوين الفكهة الإسلامية وهو مصدر لإرشاد الفكر وتوجيه السلوك وبناء الحضارة الإنسانية على أقوى الدعام وأيضا فيما يتعلق بموضوعنا يتضمن تصورا كاملا ومتكاملا عن العملية التربوية والتعليمية لأنه أعتقد أنه بحسب توجيه مدير الملتقى أنه الوقت سوف يكون 50 دقيقة فإن شاء الله لن نقف عند تفاصيل كثيرة طبعا مجالس التحديث هي على نوعين الإملاء والمذاكرة والإملاء أيضا يكون الإملاء والسماء إذ تنقسم المجالس عند المحدثين إلى هذين القسمين وأول ما نتحدث عنه هو مجالس الإملاء والسماء وهذا هو الأصل في رواية الحديث الأصل فيه رواية الحديث أن تعقد مجالس للإملاء والسماء وهذه تكون فيها تحمل الحديث النبو الشريف والرواية من الشيخ إلى تلاميذه حتى وصل إلى مرحلة التدوين وما بعد التدوين وهذه المجالس من الأهمية لذلك كانت محط عناية علماء الحديث يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وهو من أمة الذين دونوا أنواع الحديث قال يستحب عقب مجالس لإملاء الحديث لأن ذلك أعلى مراتب الراوين أعلى المراتب هي مراتب الرواية ومجالس الإملاء ومن أحسن مذاهب المحدثين مع ما فيه من جمال الدين والاقتداء بسنة السلف الصالحين فمن عهد النبي صلى الله عليه وسلم يروى الحديث وإلى زمن البغداري وكذلك إلى زمننا مجالس الإملاء والسماء لها خصاص تعليمية ومن هذه الخصاص أولا دقة القراءة وهذه المجالس دقة القراءة ولسيما عند توسع المجالس كما سوف نبين بعد قليل لذا ينبغي على المحدث أن يحسن اختيار من يبلغ عنه الإملاء يعني قد يكون الذي يبلغ من فقط هو الشيخ لساعة المجلس هناك من يبلغ عن الشيخ خلاص يما في الصفوف الأخيرة لذلك يقول الإمام السمعاني في كتابه أدب الإملاء والاستملاء وينبغي أن يتخير للاستملاء أفصح الحاضرين لسانا وأوضحهم بيانا وأحسنهم عبارة وأجودهم أداء وهذه المعالم التي ذكرها السمعاني في هذه المقاومات الأربعة هي معتمد العملية التعليمية ولابد لمن يتصدر في التدريس أن يكونها ملما بهذه الجوانب حتى تكون القراءة والإفهام على المستويات في هذا الجانب وأيضا لا بد أن يكون ممن يستملي عن الشيخ أن يكون له إلمام بالحديث وقواعد الحديث في هذا الجانب حتى لا يقع منه الغلط والخطأ وهذا الأمر الحقيقي كان يعني محط عناية يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قرأت الموطة على مالك الموطة هو ألفه الإمام مالك في الحديث قال قرأت الموطة على مالك ولم يكن يقرأ على مالك إلا من قد فهم العلم ومجالس أهله وقد كنت سمعت ابن عينة يقول عبيد الله بن عمر ما أخذنا من ابني شهاب زهر إلا قراءة إذن هذا الحديث الآن الإمام الشافعي يبين أنه حتى بعض الرواية يقولون كان الإمام الشافعي يحفظ الموطة لذاك حينما ذهب لقراءة الموطة كان حافظا وهو متقن في اللغة العربية وقد دلغ من درجة الفهم وجالس أهل العلم في هذا التخصص فكان أهلا للقراءة على الشيخ وأيضا ينقل ابن عينة عن عبيد الله بن عمر قال ما أخذنا من ابن شيهاب الزهري وهو أيضا من أوائل من امتثل لتدوين السنة النبوية رسميا إلا قراءة كان مالك بن أنس يقرأ لنا المالك كان يقرأ في مجلس الزهري وكان الشافعي يقرأ في مجلس الإمام مالك وكان جيد القراءة هذا الوصف ويقول الإمام أحمد كان الشافعي من أفصح الناس قال أنا قرأت على مالك وكانت تعجبه قراءتي إذن هذا هي العناية في أنه لابد أن نختار في المجالس الإملا أو من يستمي عن الشيخ أن يكون بهذه المواصفات فصيحا وواضح البيان وكذلك حسن العبارة وأجود في أداء القراءة أيضا من الخصاص التعليمية تنوع أيام التحديث فنلاحظ أن علماء الحديث لم يقتصروا على يوما نعم كان الأغلب هو يوم الجمعة لكن كانوا ينوعون وهذا ما ذكره الإمام الخطيب البغداري قال ينبغي للمحدث أن يعين لأصحابه يوم المجلس يعني يعين بينهم أنه في فلان أو اليوم فلاني حتى لو كان على الأسبوع مثلا يقول يوم الجمعة أو يوم الثلاثاء لإلا ينقطعوا عن انشغالهم حتى يستطيع الإنسان أن يرتب وقته لهذا الدرس واللي يستعدوا لإيتانه أن يكون متهيئا ليأتي إلى الدرس وقد يكون معه الدوات والورق وما يحتاجه في التدوين آنذاك ويعدوا بعضهم بعضا أي يتواعدون فيما بينهم حتى يذهبون مجموعات وحتى يكون الحضور أكثر وإذا عين لهم اليوم ووعدهم هذا الوفاء والالتزام الأخلاقي وإذا عين لهم اليوم ووعدهم بالإملاء فيه فلا ينبغي له إخلاف موعده إلا أن يقطعه عن ذلك أمر يقوم أذره منه فإذن لابد أن يكون هناك التزام التزام من الشيخ وكذلك تهيئ من الطالب لحضور مجالس الإملاء في هذا ويقول أيضا الخطيب أغدادي وكان يتخيرون بعض الأيام لمجالس الإملاء ومن المثلت في هذا الجانب أن الفقهاء لم يتخذوا أو عفوا المحدثون لم يتخذوا يوما واحدا فبعضهم كان يعقد يوم الجمعة ومنهم من كان يعقد المجلس يوم الخميس كما جاء في الأثر عن ابن مسعود وبعضهم الأحد وهكذا يقول الخطيب وكانوا يتخيرون بعض الأيام لمجالس الإملاء فكان بعضهم يفضل يوم الجمعة في الجوامع الكبيرة لسعة المكان وكذلك يوجد عدد أكبر من الطلاب وبعض حفاظ بغداد كانوا يملون أيام الجمعات في جامعة الرصافة وقال ابن شاذان كان أبو بكر الشافعي يملي في جامعة مدينة يوم الجمعة وأيضا هذا يوم الجمعة له وفي مزده بدرب القصارين أي الخياطين يوم الثلاثة وكان ابن القطان أيضا يملي يوم الأثنين في دار القطن هذه المحلة في بغداد وينسب إليها الإمام الدار القطن رحمه الله تعالى وهذا أيضا كان منهج قد عهدوه من زمن الصحابة رضي الله عنهم كما كان بن مسعود يقول كان ينقل عننا شقيق يقول كان يذكرنا كل يوم خميس وعن محمد بن سين قال كان أبو هريرة يقوم كل يوم خميس فيحدثهم وهكذا تعاهدوا هذه الأيام وفي هذا التنوع حتى تكون هناك فرصة للطالب الواحد ممكن أن ينتفع من أكثر من المجلس ممكن أن يحضر مجلس يوم الجمعة ويوم الأحد ويوم الثلاثة والخميس وهكذا بتنوع المجالس كذلك التنوع في أوقات مجالس الإملاء فكان بعض المحدثين يملي نهارا والآخر يعني يلقي مجالس الإملاء ويعقد مجالس الإملاء ولا سيما بعد الفروض أي بعض الصلوات المكتوبة وبعضهم يفضل عقب مجالس التحديث والإملاء ليلا حتى يكون لديهم فسحة وأن يأتي إلى الدرس من يرغب به لأنه في النهار بعض الفروض آلتا قد يكون هناك من يجلس من من ليس من أهلي ويشوش على الطلباء ويقول البعض منشغلا والقراءة في الليل في بعضها قد تصل إلى صلاة الفجر قد تصل إلى صلاة الفجر كما قال صالح بن محمد قال قرى علينا إبراهيم بن المنذر الحازمي بعد الإشاء الآخرة أي بعد صلاة الإشاء إلى الصبح وهكذا نجد تحرص وسوف يتمر بنا بعض الوقفات أيضا والفائدة في تنوع مجالس الإملاء أن ينظم طلاب أوقاتهم ويمكنهم من إدراك المجالس المختلفة مما ينوع مصادر التلقي لطالب الحديث فلا يكون له فقط شيخ واحد إنما أكثر من شيخ وبذلك يكون حديثه مجودا أيضا مجالس أماكن مجالس التحديث كان طبعا الأولوية للمساجد الأولوية كانت للمساجد ولا سيما المساجد الذي تطلق عليه الجوامع وعند الفقهاء يقصد بالجوامع هي المساجد الكبيرة التي تعقل فيها صلاة الجمعة وكذلك في بعض الأحيان العيدين اللي لم تصلى في المصلى والمسجد يطلق على الذي تقام فيه الصلوات المفروضات ولا تقام فيه صلاة الجمعة وهذا حقيقة الصلاح فقهي وقد البعض يطلق والبعض قد يطلق على المسجد على المكان والجامعة الذي تقام فيه أيضا صلاة الجمعة طيب ولذلك يعني مسردهم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل وما جلس قوم يقول عليه الصلاة والسلام وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وخشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده والشاهد وما جلس قوم في بيت من بيوت الله فإذا هذا له مزيه لذلك يقول سيدنا علي بن أبي طالب أضي الله عنه قال المساجد مجالس الأنبياء وحرز من الشيطان ويقول التابعي الجليل أبو إدريس الخولاني المساجد مجالس الكرام وخينما أراد الخليفة العادل أمو بن عبد العزيز أن يتم تدوين السنة وأن يجلس الناس ليعلموا الناس السنة قال فأمر أهل العلم أن ينشر العلم في مساجدهم في مساجدهم وأيضا هذا كان المنهج لكن بعد ذلك حينما أسست المدارس ولا سيما المدارس المختصة بالحديث في المدن الكبيرة كبغداد ودمشق والقاهرة ومكة والمدينة فبدأت المجالس تُعقد في أيضا في هذه المدارس وهذا ما نجده نقلة نوعية أصبح لدينا أماكن متخصصة للتدريس والتعليم وهذه كانت النواة الأولى للمدارس العامة بل كانت تطلق على بعض الجوامع كانت تطلق عليها جامعات واختيار المساجد لأنه أولا فيها مساحات واسعة وأيضا إذا زاد العدد هناك الباحات والساحات الملحقة التي تعطي فسحة لأكبر عدد ممكن فضلا حتى لا ينقطع عن صلاة الجماعة وكذلك ينتفع من ملحقات المساجد أما حقيقة من الأشياء المميزة الآن نتحدث نقل نقلات قبل ألف سنة وأكثر فهذه المجالس المجالس التحديث والإملاء يعني شكلت ظاهرة بل تظاهرة علمية بسبب الأعداد الكبيرة التي كانت تحضر هذه المجالس فحينما قدم عاصم ابن علي الواسطي إلى بغداد وحدث في مزد الرصافة وكان هذا من أكبر المساجد في الرصافة كان مجلسه يحزر بأكثر من مئة ألف إنسان اتصور الآن يعني مئة ألف طالب علم يجلس في هذا المجلس الواحد للمحدث العالم عاصم ابن علي الواسطي وكان يحدث ابن عدي قال كنا نشهد مجلس الفريابي وكان فيه عشرة آلاف أو أكثر فإذن بهذه الأعداد كبيرة وبعضهم ثلاثين ألف وبعضهم عشرين ألف فإذن كان هذا الأمر يعني حقيقة مما يلفت النظر ويدل على الاهتمام من قبل طالبة العلم بهذه الأعداد الكبيرة ولو قارنناها الآن في أي مرحلة من مراحل التدريس وجدنا الفارق الكبير أيضا من الملفثات في هذا الأمر كان من حرز القلاب على حضور هذه المجالس مجالس الإملاء والتحديث كانوا مشارعون إليها ويبكرون لحضور مجالس الإملاء ونأخذ شاهد من هذه الشواهد هو محمد بن حبيب البصري قال كنا نحضر مجلس أبي إسحاق إبراهيم بن علي رحمه الله للحديث يقول وكان يجلس على سطح له يعني مكان مرتفع ويمتلئ يعني في بيته ويمتلئ الشارع الهجيم هذه المنطقة مالت في هذه من أحياء البصرة يقول بالناس الذين يحضرون للسماع ويبلغ المستملون عن إبراهيم قال وكنت أقوم في السحر يعني متى عند يحضر يقول كنت أقوم في السحر أي قبل صلاة الفجر بأكثر من ساعة فأجد الناس قد سبقوني يعني هو خرج قبل صلاة الفجر ووجد الناس قد سبقوني وأخذوا مواضعهم وحسب الموضع الذي يجلس الناس فيه وكسر يعني طول لكل واحد المكان فحينما حسب العدد فوجد مقعد ثلاثين ألف رجل فإذن انظر إلى هذه العناية وهذا الاهتمام طبع مسألة الاملاء طبع كانت عصور الزاهرة في العصر العباسي وفي أواخر العصر العباسي حدث نوع من الفتور كما حصل الفتور في الاشتهاد لكن بعد احتلال بغداد يعني وكانوا يعدون الاملاء هو قرين الاشتهاد بالنسبة للمحدثين أي الذي ليس كل من يعمل بالحديث له القدرة والملكة على أن يستملي من حفظه وفكره ومن إنتاجه العلمي الخاص به فإذن كان المحدث الذي يملل الحديث هو بمرتبة المجتهد ولذلك لم يكن إلا من من حاز إما مرتبة أمير المؤمنين بالحديث أو المحدث الثقاء والحاكم فهكذا كانوا وبعدها تلقى بغداد حقيقة أحيا المجالس الإملاء الإمام أبو الفضل العراقي وهو كان في القاهرة في سنة 796 هجرية ثم سار على طريق نفسه أمير المؤمنين بالحديث بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى 852 بعد بعد أن أملأ أكثر من ألف درس ألف مجلس ألف مجلس يمليها من حفظه رحمه الله تعالى ثم جاء الإمام الصيوطي الذي توفاه الله عز وجل في عام 911 فشريعة في إملاء الحديث سنة 872 فهذه هذه المجالس كانت تصنف ضمن المجالس وما ينتج عنها يطلق عليها الأمالي أو المجالس وقد ألفت في هذا الباب مؤلفات في هذا الجانب أيضا الشق الثاني في مجالس الإملاء يطلق عليها أيضا مجالس السماع لو عدنا إلى تصنيف المجالس لو جدناها على أربعة أنواع النوع الأول هي مجالس عرض ومدارسة عرض ومدارسة بحيث تقرأ كتب الحديث على الشيخ قراءة درس ومدارسة أي يعني يقوم الشيخ بشرح الأحاديث متنا وسندا سندا ومتنا بكل راوي وما قيل فيه وما نقل عنه ودرجة توثيقه وهكذا حينما يشعر الحديث يشعره بكل لفظة وفي كل عبارة وما يستخلش منه من الأحكام وفيها فهذه كان يطلق أيضا عليها مجالس الشروح والإملاءات النوع الثاني هي مجالس عرض وتقرير هذا أدنى من الأول بحيث يقوم الشيخ في المجلس بذكر بعض التعليقات المهمة يعني لا يقف عنده كل راوي ولا يقف كل ألفاظ الحديث إنما ما يحتاج إلى تعليق أو تقرير أو شرح مسألة أو غريب في الحديث أو كشف مبهم في الحديث أو توضيح الناصق والمنسوخ أو التصحيح ما يقع فيه من تحريف أو تصحيح وغير ذلك فإذن هو لا يقف عنده كل سند ولا عنده كل المتن النوع الثاني من المجالس هي مجالس عرض وإقراء عرض وإقراء بحيث يقوم الطلاب بتصحيح كتب الحديث على الشيخ يعني يقرون أحد كتب مثلا الصحاح أو أحد كتب السنة ويصححون على الشيخ سواء كان الشيخ يقرأ من حفظه أو من كتابه وأما بطبع وهذه هي المعتمدة بين الطلاب الحديث حينما الكتب التي لديهم أو يوثقوا محفوظاتهم ومروياتهم من الحديث ففقط أهم شيء عندهم هو أن يكونوا متقنين في قراءة السند والمتن في هذا الجانب النوع الرابع هو مجالس إسماء فقط إسماء فقط وهذه المجالس الإسماء هو يقرأ الشيخ أحاديث من كتابه أو أحاديث من كتب أخرى من كتب غيره وهذا هو المحوط في العصور المتأخرة وهو ما يسمى اليوم بمجالس الوعظ والتذكير وهذه هي التي تعطينا ثقافة الحديث حينما أقول الثقافة المجتمعية في مجالس السماع التي يغلب عليها الوعظ والتذكير هي التي كانت تحيي ثقافة الحديث في المجتمع وكانت تعقد ولا سيما في بغداد كمجالس ابن الجوزي رحمه الله تعالى فكان هيحضرها المئات الآلاف ويحدث فيها من التوبة والرجوع إلى الله بل وحتى من إسلام غير المسلمين في هذه المجالس وأيضا مجالس الشيخ عبدالقالي القيلاني في بغداد وغيرها من المجالس لكبار العلماء وفي زمننا حقيقة نذكر بافتخار مجالس التي كان يعقدها أستاذنا وشيخنا الدكتور عبدالحكيم الأنيس وبحسب يعني الغراء الأولي أكثر من مئتين كتاب قد قرأه الشيخ على الطلاب وبعض هذه كتب كانت من الصنف الأول الذي كان يقرأ وبتتبع أو من القسم الثاني كان يقرر على بعض المسائل وبعضها يكون فقط للإسماء ولا سيما في المناسبات واختيار الكتب المتعلقة بالمناسبات فجزاه الله خيرا فقد أسهم في نهضة حديثية معاصرة وجعل كثير من الناس يتعلقون بالحديث النبوي الشريف مما يفت النظر في هذه المجاس في زمننا المعاصر للأسف هو ذن الإسراع في مجاس السماع فإذا كان الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وهو من علماء القمة الثامنة الهجري في كتابه الموقظة قال وقد تسمح الناس في هذه العصارة أي أصبح شيء من التساهل بالإسراع المدموم الذي يقفى معه بعض الألفاظ فكان الإمام ذهبي ينتقد الإسراع وللأسف في بعض الحنحين ونطبع بعض المجالس حتى لا تستبيني الألفاظ بل وحتى قد يعني المحدث يبلع بعض الحروف وبعض الكلمات وهذا حقيقة قد يكون فيه نعم قد يكون القصد هو قراءة أكبر عدد لحديث لكن قد يكون فيه إساءة إلى الحديث الذي يقرأ طيب ما الفائدة من مجالس السماء فوائد مجالس السماء متنوعة أولا هو اتصال السند والحصول على الإجازة ونحن أمة تميزت بالإسناد الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ولذلك يقول بعض العلماء أن مما تميزت به الأمة فرضنا عن الأنساب والعرب الإسناد الأمة الوحيدة التي تذكر نصوص الشرع لديها بسندها إلى المصدر الذي قالها سواء كان منتهى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند الصحابة أو عند التابعين أو حتى إلى من دون ذلك أيضا من فوائد مجالس سماء تقوية الحفظ والاستذكار لحديث فكلما يكون مجالس أوسع وإكثق كلما كانت الحافظة أشد وكذاك استذكار حديث أقوى أيضا ضبط إلى حديث كما قلنا أنه كان طلاب يضبطون ما لديهم من مدونات ومن كتب ومن أزاء على ضوء ما يسمعون أو يقرؤون على شيخ ويصحح لهم أيضا الاستزاز من العلم والفواد المتعلقة بالعلوم أخرى لأن الحديث النبوي هو مصدر لكل العلوم مصدر لكل العلوم بعد كتاب الله عز وجل فلذلك الفقه ينتفع بالفواد الفقهية والمؤرخ ينتفع بالفواد التاريخية والأصول ينتفع بالفواد الأصولية في الحديث وهكذا التربية وحتى علومنا المعاصرة الآن نستمتها من علوم الحديث كعلم النفس والاجتماع وغيرها من العلوم الشرعية وحتى العلوم الآلة أيضا من فوائد مجال السماع الاطلاع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومعرف الدقاء حياته عليه الصلاة والسلام مع أهله ومع أصحابه فإن أكثر الحديث تكشف جوانب من السيرة النبوية المطهرة وكذلك أحوال الصحابة الذين نقلوا لنا هذه المجال أيضا زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتعلق به والحرص على تعظيمه واتباع سنته ومن أحب من شيء أكثر من ذكره وفي هذه المجال يكثر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتزداد القلوب تعلقا به صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته واقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام أيضا من الفوائد كثرت الصلاة على النبي يعني عندنا في بغداد أحد المشاكل كتبوا عليه تقريب قال هذا ما يحب النبي أحد المشاكل قالوا ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله أحد المفتشين إلى هذا الجامع ليرى هل هذا الشيخ يحب النبي لو ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وكان الشيخ يعقد جلسة للحديث فبعد انتهاء المجلس كتب تقريب قال في مجلس واحد قد صلى على النبي أكثر من مئة مرة لأن كل ما يذكر الحديث سيذكر النبي وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإذن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأذكار ومن أعظم القروبات وهي من أسباب تفريج الهموم ودفع البلاء وتوسيع الأرزاق حتى كان معهود في القاهرة كان إذا نزل بهم بلاء يعقدون مجالس لقراءة الصحيح المقاري وكان الله عز وجل ببركة هذه التعلق بسنة النبي وستذكرة حديث النبي ولا سيما الصحيحة كان الله عز وجل يكشف البلاء أيضا حسن التربية والتخلق بأخلاقه وأدابه كلما نقرأ بالأحاديث سوف نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبأدابه وهو القائل أدبا يا ربي في أحسن تأديبي وقال في حقه سبحانه وتعالى وأنك لعلى خلق عظيم أيضا سماء الحديث هو إحيال السنة النبوية ونشر السنة النبوية ولا سيما إذا تم توظيفها توظيف هذه المجالس عبر اليوم وسائل التواصل الاشتماعي وكذاك حتى الإعلام فتنتشر السنة النبوية في المجتمع فتصبح لدينا ثقافة لا نتحدث مثلما إذا أصبح القرآن ثقافة إذا تكلمنا جبنا بعض الآيات القرآنية كذلك نستشهد بالأحاديث النبوية الشريفة بهذا الجانب وهذا يؤدي إلى نشر ثقافة الحديث بين الناس واحترام السنة وفيه رد على من يتناول السنة ويطعم في السنة ويرد السنة النبوية فإذا أصبحت ثقافة مشتمعية لن يستطيع هؤلاء التطاول على السنة والحديث النبوية الشريف هذا الجزء الأول من المجالس أما القسم الثاني من المجالس هو ما يطلق عليه العلماء الحديث مجالس المذاكرة وهي المجالس التي تعقد بين طلبة الحديث ليستذكروا ما تلقوه في مجالس الإملاء أو لمدارسة بعض أنواع الحديث هذه الآن أشبه اليوم بأصل لمحاضرات مادة علوم الحديث فالآن في الكليات وفي الإعداديات الإسلامية وفي الكليات الشرعية مجالس المذاكرة هي امتدادها اليوم هو المحاضرات علوم الحديث التي تلقى في الجامعات وقد كان الحرص الشديد على هذه المجالس وأكدوا العلماء وبعض الصحابة كبار الصحابة على ذلك يقول ابن عباس الله عنه قال مذاكرة العلم ساعة خير خير من إحياء ليلة يعني إذا بقيت أذاكر العلم ولسيما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عده هو هذا قيام الليل هو هذا ما يحييي ليلة وفعلا المندوبات كل في مجاله يخدم ويكون أنفاء ويحبه الله سبحانه وتعالى وهذه حق المجالس المذاكرة يعني ليست حديثة إنما هي معهودة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن زمن الصحابة فهي سنة متبعة من لدى الصحابة والتابعين عن أنس رضي الله عنه قال كنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث فإذا قمنا تذاكرناه أي حينما يخرجون من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرناه تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه إذن هاي الغاية أيضاً كان الحفظ وأيضاً سيدنا علي بن طالب أضل عنه يقول تذاكروا هذا الحديث وتزاوروا فإنكم لا تفعلوا يدرس أي يذهب ويضيع إذن بالزيارة بين طلبة العلم وبالإنشاء المجالس المذاكرة نحفظ هذا الحديث ويبقى محفوظاً سواء كان في الصدور أو في الصطور وأيضاً النبي بن عباس يضل عنه يقول إذا سمعتم مننا حديثاً فتذاكروه بينكم حتى يرسخ في الذهن حتى ناقل الحديث ما فيه من معاني وحتى نكون أكثر إتقاناً له وكذلك يقول الزهري أمين المؤمن بالحديث قال قافة العلمي النسيان وترك المذاكرة وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال تذاكروا فإن إحياء الحديث مذاكرة فإذا هكذا كان منهج الصحابة والتابعين والأمة في هذا الجانب وكانوا حريصين على المذاكرة ومعنى المذاكرة أنه يتداولون الحديث وقد بعضهم قد تتصحف عنده بعض العبارات أو قد يسقط لم يسمع جيداً إحدى لفظات الحديث أو لم يسمع اسم الراوي أو اختلط اسم الراوي باسم الراوي آخر فبالمذاكرة تستقيم هذه المسائل ويكون الاتقام في السندي وفي المتد طيب ما هي فوائد مجالس المذاكرة أولاً زيادة العلم والمعرفة الحديثية يقول الخليب بن أحمد الفراهي دي رحمه الله تعالى ذاكر بعلمك تذكر ما عندك وتستفد ما ليس عندك بالمذاكرة أو الشيء حيث تنسخل لعدك وأيضاً قد تأتيك معلومة جديدة وكلنا نبقى طلاب علم في كل يوم نزداد علماً من خلال مجالسة العلماء وأهل العلم وفيها إتاحة الفرصة لتعرف على أنواع من علوم الحديث وطبقات المحدثين والمذاكرة تكون عن من فوقه ممن هو أعلم منك وأكثر حفظاً أو عن من هو قرينه أو دونه أيضاً هذا العلم لا يعني يتعالى الإنسان في طلب العلم حتى لو كان تأخذ العلم من طالبك من أحط طلابك وهذا كان خلق الكبار العلماء كما كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول للإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إذا بلك الحديث فابلغنا به لما يرى من حرصه على الحديث ما دام من أهل هذا الفن وكذلك مجالس المذاكرة سبيل الإتقان في الحديث وفي علومه لأنه في مدارسة الأحاديث التي سمعوها في مجالس الإملاء لإتقانها وضبطها وتدارب ما فاتهم منها لذلك يقول السمعان قال حدثنا ابن عباس يوماً بحديث فلم نحفظه فتذاكرناه بيننا حتى حفظناه ولا سيما في الأحاديث المطولة أيضاً حقيقة من الأشياء الرائعة حينما تتبعت هذه المسألة مسألة المدارس المجالس وجدت الحرص على الأمانة العلمية في رواية الحديث الحرص على الأمانة العلمية في رواية الحديث ولماذا؟ بالطبع قبل قليل قلنا هناك مجالس الإملاء مجالس الإملاء هي التي تثبت بها الرواية وكتب الحديث من الصحاح ومن السنان وكلها ثبتت بطريقة الإملاء بطريقة الإملاء والمذاكرة كان العلماء يشددون على أن لا ينقل عنهم الرواية في المذاكرة لماذا؟ قال لوقوع التساهل في رواية الحديث من حيث السند أو المتن ولكن نجد علماء الحديث يحذرون من رواية الحديث عنهم في هذه المجالس يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى حرام عليكم أن تأخذوا عني في المذاكرة حديثا لأني إذا ذاكرت تساهلت في الحديث يعني قد أنا أدي شروط في رواية الحديث لكن بالمذاكرة قد نذكر حديث فيها ضعف أو لا تتوافق مع الشروط التي وضعها المصنف وصاحب الكتاب فحتى لا ينقل عنه فتسبب نوعا من اختلال المكانة العلمية ولذلك نجد أن العلماء بعضهم حينما يروي في كتبه حديثا في مذاكرة يصرح في ذلك يصرح في ذلك على سبيل المثال تتبعت ما جاء في معجم الطبراني في الصغير يقول حدثنا هذا الطبراني يقول حدثنا أحمد بن محمد بن زكريا أبو بكر أخو ميمون البغدادي الحافظ مذاكرة بمصر إذن بيّن أنه هو لم يأخذه عن طريق الإملاء إنما بالمذاكرة وكذلك يروي حديث آخر حدثنا علي بن عيسى الكاتب الوزير مذاكرة حدثنا الحسن بن محمد الزحفراني فإذن هكذا نجد أمانة العلماء أنه إذا نقل الحديث أو روى الحديث بالمذاكرة يصرح بأنه قد أخذه بالمذاكرة طيب الآثار التعليمية هناك بعض المبادئ صراح هذه المبادئ أنا قبل في عام ألفين قمت بوضع رسالة الماجستير الأولى وكانت في طرق تدريس الحديث النبوي الشريف والمصطنع وهنا وقفت على بعض المبادئ التي تقوم عليها العملية التعليمية في مجالس التحديث أولا الأهداف التربوية لمجالس التحديث وتدريسه الهدف عند التربويين هو وصف للسلوك المتوقع من المتعلم نتيجة احتكاكه بمواقف التعلم يعني الآن الطالب يأتيني في المرحلة الأولى ويتلقى العلم بعد مرحلة أو مرحلتين أو عند التخرج أرى ما مدى أثر هذه العلوم على سلوكيات على فهم على ذكاء على تصرفات على العلمية لدى هذا الطالب فهذا هو وصف للسلوك المتوقع طيب ما هي أبرز الأهداف وهذا شيء مهم جدا يعني لابد لكل من يتصدر للحديث سواء كان في الجوانب الأكاديمية أو في الجوانب الملائية في مجالس العلم لابد من معرفة أهم الأهداف العامة لتدريس الحديث وللقاء الحديث ومجالس الحديث أولا التعرف على السنة النبوية من حيث طبيعتها وأنواعها ومصاديرها وتدوينها وروايتها التعرف سوف أذكر هذه الأهداف على عجالة التعرف على مكانة السنة النبوية وعلى مرتبتها من التشريع وارتباطها بالقرآن الكريم التعرف على الأحاديث المردودة وعلى الرد فيها وعلى معارضتها بصحيح السنة النبوية إظهار عظمة الحديث النبوي من خلال استنباط الأساليب التربوية التي يصخر بها وكذلك المسال الأخرى التدريب على كيفية استنتاج الأحكام والقواعد من نصوص الأحاديث النبوية طبعا تقدير جهود العلماء وأعمالهم في حفظ السنة النبوية والدفاع عنها الإقدام بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال أخواله وأفعاله وأصفاته وأخلاقه وسيرته التي لا تنقل إلا بالسنة النبوية إظهار بلاغة التعبير وروعة البيان في الحديث النبوية الشريف وتلمية الثروة اللغوية للطلاب من خلال الفهم والقراءة والاستنتاع بالتذوق الأدبي والبيان العربي في الحديث النبوية الشريفة وهو أفصح من نطق بالضغط وقد أوتيها جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام إتقان قراءة الحديث النبوي وضبط ألفاظه وحركاته التدريب على استخدام مصادر الحديث المختلفة وسهولة التعامل معها سواء كان سابقا في التعامل مع الكتب واليوم ممكن أيضا مهارة استخدام الحاسوب في الوقوف على الأحاديث وفي دراسة الأحاديث هناك أهداف معرفية علماء التربية الآن يقسمون الأهداف العامة إلى ثلاثة أنواع من الأهداف أهداف معرفية أهداف وجدانية أهداف نفس حركية مهارية الأهداف المعرفية في الحديث النبوي التعرف على معاني المفردات والتراكب اللغوية إذن لابد حينما أحدث الحديث لا بدأ أبين ما معنى هذه اللفظة ولا سيما ونحن قد ابتعدنا عن زمن النزول وضعفة لدينا ملكة اللغة العربية التعرف على القواعد الأساسية التي اعتمدها العلماء في ضرط الحديث وتمييز المقبول منه والمردود استنتاج الأحكام لأن الآن بعض يقول لك مو هذا الحديث كذا أقول هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به استنتاج لأحاديث الشرعية والاتجاهات للقيم المتضمنة في الحديث التعرف على روات الحديث والإلمان بجوانب سيرتهم وتضحياتهم وبدلهم أقصى جهود في المحاضرة على سنة النبي التعرف على أشهر كتب الحديث ومنهج المحدثين وكذلك حفظ الأحاديث الشريفة المقررة حفظا صحيحا ومتمن طبع هناك العلماء لمراتب الارتقاء بالأهداف المعرفية يبدأ من المعرفة والاستذكار يعني أن يحفظ الحديث فيستذكره والتعريف تعريف الحديث صحيح فيعرفه إلى الفهم والاستيعاب والتطبيق ثم التحليل والتركيب والتقريب التقريب عند المحدثين هو أن يصبح لديه الملكة ليس فقط على حفظ الحديث وحفظ التعارف إنما القدرة على أن يحكم على هذا الحديث صحة أو ضعفا أو مقبولية فهذه حقيقة المراتب قد تم مراعاتها في تدريس الحديث النبوي الشريف الهداف الوجدانية أولا تقدير أهمية الحديث النبوي الشريف وتقدير مكانته في التشريع السامي تعميق حب المتعلمين للرسول صلى الله عليه وسلم وتعزيز اقتدائهم به الاعتزاز بالصحابة لأنهم الحلقة الأولى والأهم في نقل الحديث النبوي للأمة وهذا رد على من يطعم فالصحابة رضي الله عنهم تمثل القيم والاتجاهات والفضائل والآداب المتضمنة في الحديث النبوي ويكفينا كتاب الشمائل المحمدية هذا كتاب الرائع الذي جمع فيه الإمام الترمذي أبرز شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعالة تعقد مجالس في هذا وشيخنا شيخ عبد الحكي دائما يعقدها وكذلك في المجمع الشمائل العراقي لطالما تعقد هذه المجالس ويتناوب عليها العلماء وبعضهم قد يعقدها مع شيء من الشرح تقدير جهود العلماء في المحافظة على الحديث الشريف ويمثل الرابط الوجداني الذي يعمق ارتباط المصري بتاريخه وحضارته وتراثه حينما تعرف ماذا خدم العلماء سنة النبي صعزم وكيف بدلوا يعني كان من أجل حديث واحد يسافر شهرا من أجل حديث واحد يسافر شهرا فهكذا حفظوا لنا السنة طيب ما هي الأهداف المهارية اتقام قراءة الحديث النبي الشريف يعني وين الشخص يقرأ المسلم كي يسنفط وين يقرأ كي يسقط هذا لم نقرأ على العلماء لم نضبط الأحاديث حسن استخدام المفهارس والمعاجم المتعلقة بالحديث الشريف مهارة استخدام البرامج الحاسوبية الخاصة بالحديث الشريف تنمية مهارة التفكير المتنوعة كالمقارنة والتصنيف والتحليل والتركيب والتقيم وكل ذلك ممارسات يعني من خلال بحوث تطبيقية طيب بعد أن وقفنا على الأهداف ما هي المبادئ التربوية لتدريس الحديث أولا ضرورة مراعاة دوافع المتعلم ومراعاة غرض المتعلم لابد يعني لابد أن أثهم الطالب الذي جاء أن يرس الحديث لأنه سوف يرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة مساعدته على بلوة هذا الغرض وهذا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لن يجد عرف الجنة يوم القيامة فإذا لابد الإنسان أن يكون على حذر وهو يتعلم الحديث لا ليماري به سفهة ولا ليجالس العلماء ولا ليجادل به إنما هو يعيد أن ينتفع وينفع بالحديث النبوي الشريف ضرورة مراعاة مستوى النضج نعم أفهم سعادة دكتور أعتقد الوقت تقريبا إن شاء الله نعم دقيقين أو أنهي بإذن الله تعالى إن شاء الله إن شاء الله بارك الله بيش ضرورة مراعاة مستوى النضج الذي وصل إليه المتعلم ودرجة استعداده للتعلم يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وأن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله فينسره أو يخبط عليه عقله لذلك الإمام البخاري حينما في صحيح حينما مره ولكن كنوا ربانين قال هو الذي يعلم الناس صغار العلمين قبل كباره ضرورة مراعاة الفروقات الفردية بالمتعلمين وهذه اليوم أساس تربوي لكن علمانا قد تنبهوا لذلك كما يقول العلموي رحمه الله تعالى يقول منبه المعلمين على ذلك ويخاطب كلا على قدر درجته وفهمه وأهمته فيكتفي للحاذق بالإشارة ويوضح لغيره بالعبارة ويكررها لمن لا يفهمها إلا بتكرار إذن هذه مساعدات ثلاثة يذكرها هذا الإمام في كتابه عن التعليم وأيضاً وأيضاً ضرورة تهيئة فرص الممارسة العملية والحديث النبوي لا سيما في جوانبه الفقهة هو غالباً يبنى على الممارسة العملية وهذا ما كان يفعله العلماء رحمه الله تعالى بل ما نقلت لنا الصلاة ولا الوضوء إلا بالممارسة العملية كما فعل ذلك سيدنا عثمان بن عفار وضي الله عنه وسيدنا علي وضي الله عنه وسيدنا أنس وضي الله عنه أجمعين ضرورة تهيئة فرص الممارسة العملية كما بينا ذلك أيضاً ضرورة الاهتمام بالتهم وإدراك العلاقات يعني من فقط القاءاً إنما لفظ أن تكون له ملكة في أن يربط بين الأحاديث ومقتلات هذه الأحاديث وتتكامل لديه الخبرة والجدة والأصالة والاستقلال يتذكر إذا نجد المحادثين أولوا اهتماماً بالدراية وقدموها على الرواية يقول بن مسعود رضي الله عنه كونوا للعلم وعاة ولا تكونوا له أرواة وفقط تروي الحديث وأيضاً يقول أحد العلماء حفظوا حرفين خير من سماء وقرين وفهم حرفين خير من حفظ وقرين فإذا الفهم هو المقربة الأولى في ذلك أهم التعصيات في ختم هذه المحاضرة أولاً ضرورة تحديث طراق التدريس ضمن المقررات الدراسية في الجامعات الإسلامية وكليات العلمة الإسلامية بما يعزز فعالية التعليم ولسيما الطرق الحديثة لنقضي على الملل وكلالة العقل حث مدرسي الحديث وعلومي على أداد خطة تدريسية تتضمن طريقة التدريس وأساليب التعليم والأهداف العامة والإجراءة وكذلك مراعاة المبادئ التي تقوم عليها في أثناء الدرس ضرورة إدخال وسائل التعليم الحديثة والتقنيات التعليمية في تدريس الحديث النبوي وتدريس علومه وفي تخريجه أوصل متخصصياً بعلوم الحديث بالحرص على إشاعة ثقافة الحديث النبوي وثقافة المصالحات المتدالع حديث صحيح حديث ضعيف حديث موضوع بين فئات المجتمع والنخذ أبرى الفعاليات المجتمعية والإعلامية وهذه حقيقة مسؤولية كبيرة على علوم الحديث وعلى هذه الحديث وأيضاً المؤسسات الحديثية وعلى رأسها جمعية علوم الحديث التي حقيقة تعطي اجتمام المتزاعدة في هذا الجانب وأيضاً لدينا مدرسة الحديث العراقية وغيرها من المؤسسات الحديثية إعداد برامج إعلامية ومقاطئ مرئية للتعريف بعلماء الحديث وأهم المصانفات في الحديث أوص الدعات والخطباء والمحاضرين بالعناية في تخريج الأحاديث والإقصار على المقبول منها وتجنب الواهية والموضوع ولا سيما في المنابر أو ما يبث عبر رسالة الإعلام إعداد مشروع متكامل علمياً وإعلامياً وجماهيرياً في الدفاع عن السنة النبوية وعلى مصادرها وعلى الشباة عنها إنشاء منصة وهذه رسالة إلى منصة أريد وكلها خير إنشاء منصة رقمية تعنا بنشر السنة النبوية وعلوم الحديث وعلمائه ومصنفاته وتخريجه نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في تقديم هذه المحاضرة المتعلقة بأعظم مصدر بعد كتاب الله ألا وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فهذا ما يسمح به المجال وأشكوكم على حسن الأصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزيل الشكر والتقدير لكم سعادة الدكتور طاه الزيدي على ما قدمتم وأبدعتم في محاضرتكم القيمة جزاكم الله كل خير ووفقكم لرضاه ونفع بكم الأمة ترجمة نانسي قنقر